اشتركوا في القناة للزميل سعيد بن راشد وشكرا لامهنة بن سعيد على التواصل بالاشواط الماضية ينطلق على بركة الله شوطن العاشر الخاصي للجعدان انطلاق سليمة وموفق نتمنىها لكل المنطلقين مباشرة الى المقدمة هنا سفير ياتين على المقدمة لعبدالله بن سالب السلطان هو اللي يحتل المقدمة والمركز الأول بينما انتقل مباشرة الى المركز الثاني عرب يحتل المركز الثاني لحمد بن سالم بن حمد المخيب برعي صيدح متواجد مع المركز الثاني بينما انتقل الى المركز الثالث لأتابع الغدوم والانطلاق من غبل شاهين عيسى بن عبدالله بن سالم اللي يحافي والمركز الرابع الله شاهين عبدالله بن سلطان بن محمد الشامسي هذه الاربعة المراكز الأولى اللي تسير بناموسي هذا الشوت ولكن بعود بعود والعود هو احمد الى الصدارة الى المقدمة والى الرياضة الأولى ها هو ها هو شاهين والسلالة الشاهينية اللي تصمد على الصدارة الله ها هو شاهين على المقدمة الأولى ينطلق بشعار عبدالله بن سالب بن محمد الشامسي يا سلام ها هو شاهين ويقول بمصلح لم بغيت السابق متواصل مرح شاهين وعياله لي في مداهن ماي بن حاصر يوم ضرب فروغ عياله ها هو شاهين والسلالة الشاهينية اللي تفرض وجودها مع المقدمة الأولى تهانينة تهانينة لمالك شاهين عبدالله بن سلطان بن محمد الشامسي ولحظة وصوله الى خط النهاية والى البودرة البيضة هي الحاسمة لناموسي هذا الشوط تهانينة وناموس لمالكي ايضا اللي هو شاهين متابعين الكرام عبدالله بن سلطان بن محمد الشامسي والمركز الثاني اللي احتل اللي هو ايضا حامل رغم اربع صغان سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي والمركز الثالث المركز الثالث اللي احتل اللي هو ايضا السفير العبدالله بن سلطان الاكتبي هكذا متابعين الكرام شاهدتم المتعة والإثارة ونعود مع التوغيط الزمني او نعتذر عن التوغيط الزمني متابعين الكرام مستمعين الافاضل فنعود بالتهنية والنموس يلا مالك شاهين لهو عبدالله بن سلطان بن محمد الشامسي الذي ظفر بنموس هذا الشوط هكذا متابعين الكرام يصرنا النزفة التهاني للاخوة الفائزين بالاشواط الماضية ضمن تحديات هذا المساء مع سن الفطامين من مسافة الكيلو والنصف بالفعل وايضا كما نشكر نادي دبي على هذا الدعم السخي وليحياء هذا المروث الشعبي الكبير هنا في ميدان المرموم وفي ميدان دستور حد الأفرع التابعة لميدان المرموم هكذا الأشواط مستمرة وانتغاننا إلى مسافة الكيلو والميتين سنتابع أشواط الصعوب نتمنى لكم حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة